كنت بتتكلم من شوية عن الدور اللي مفروض تقوم بيه دور النشر ودي نقطة مهمة جداً حابب ان احنا نركز عليها لانه زي ما انت ذكرت كده في البداية مش دورها ان انا اكتب وقول له خد انشور لي فالشخص ده اياه جماعة ده الراجل ده مشهور على السوشيال ميديا وليه متابعين كتيرة فهاتو ننشور له الكتاب بتاعه ايه الدور اللي مفروض تقوم بيه دور النشر في دعم الكاتب او الكتاب الحقيقيين بص انا شايف ان دور النشر هي شريك شريك اساسي في الابداع زي مثلا انا هتخيل كده بس احنا للأسف ما بنعملش المنازنات دايمة او نعملش المقارنات دايمة الجورنال والصحفي تمام الصحفي هو صانع المحتوى الاساسي تمام لكن في الجورنال هو اللي بيقدم المحتوى هو اللي بيدسك المحتوى هو اللي بيختار العناوين هو اللي بيختار يتحط فين في الموقع او يتحط فين في الصفحة الاولى او هكذا وليه الحق في انه مثلا نبطرح في مجلس التحرير ان احنا نقول والله احنا عايزين موضعات في هذه المناسبة او عايزين موضعات تعالج هذا الشعر انا شايف ان دور النشر لازم تتوجه بهذا التوجه وانها كلما ادرت تتفاعل بشكل ايجابي مع الكاتب ومع السوق وتقدر تقدم في كل كتاب قيمة معينة هتعمل لنفسها سمعة كبيرة ده هيحميها كمان من الدخلاء يعني انا شايف ان فكرة دور النشر اللي هما بيقولوا عليها دور نشر برسلم اللي هو بتدفع فلوس عشان تتشر كتابك ايا كان المحتوى بتقف وينشره لك وحطه لك في كتاب ويرميه في كل حتة شايف ان ده دورها لازم يتقزم بايه بان احنا يبقى عندنا مفهوم جديد لدور النشر يبقى عندنا دور النشر بتحرر مع الكاتب دور النشر بتقتارح ربما ده هيخلينا برضو نرجع ونقول مما هتكون دور النشر انا معلش انا كاتب تمام ما ييجي واحد مش كاتب ومش كاتب كبير بالنسبة لي مش مثلا امرهيم عبد جيد مش صنع الله امرهيم مش يقول لي اعمل كذا وكذا هقول له لا انا اسف انت مين تمام فلازم فلازم دور النشر الكبيرة تستعين بقامات كبيرة عشان تعمل الدور ده لو ما عملش ده هيساهم لي في حاجتين في حق الكاتب وفي حق المؤلف وهنبدأ نخلق مجالات جديدة للمؤلفين الكبار ان هم يرعوا اجيال جديدة بشكل دائم ومستمر فتحويل دور النشر الى مؤسسات نشر ليها هيكل تنظيمي وليها خطوات عمل وليها قايمة يعني كبيرة من المستشارين ده هيقدر يخلي لدور النشر ثقل وسمعة ويقدر يدفع عملية النشر بكل تأكيد سوز وقل وزي ما فيه تحديات مستقبلية بتهدد صناعة النشر والكتاب في وعي كبير لدى الدولة المصرية بقيمة ومكانة الكتاب واهمية حفظه للاجيال القادمة اهتمت الدولة ان يكون عندنا واحدة من اهم واكبر المكتبات وهي مكتبة مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الادارية الجديدة